هذا الميل إلى العمل المقدور هذا مطلب جداً مهم به بالنتيجة نتيجة هذا الميل وهذه النزعة وهذا الانحياز شنو؟ الإنسان بالنتيجة كل الإنسان يعتبر الأمور التافهة مهمة جداً شوفوا تقييم الإنسان في العمل لأنه ينحاس إلى عمل لأنه يقدر على الأمور التافهة الإنسان بطبيعة الحال الأمور الجليلة المهمة عادة تكون معسورة باعتبار أنه عنده انحياز ضد الأمور المعسورة فشنو؟ نتيجة هذا شنو؟ بالنتيجة هذا حكم العقل الإنسان اللي هي الشكل عنده انحياز شديد تجاه الأمور الميسورة وانحياز شديد ضد الأمور المعسورة نتيجة شنو؟ نتيجاً يعتبر الأمور التافهة البائسة أموراً جليلة جداً في الحياة ويعتبر الأمور المهمة الأساسية في الحياة أمور تافهة هذه نتيجة هذه الانحياز اللا إرادي لا إرادي هذا بالنتيجة تقول له ذولة أولادك واخر يا الله يا الله إن شاء الله يربيهم هاي حياتك يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم أصلاً ما يهتم إذا هم يقولها عملاً يهتم بشنو بالفلس والفلس الدنيا الزوالة التافهة يحرق عصاب وأوقات يصرف طاقات جبارة على أشياء زوالة ما تصيب أبداً إلا فت فترة وجيزة في أفضل الفروض وجيزة من الحياة ويفرط بأهم الأشياء الدين والمعتقدات يقول لها شيء تافه هذا هذه نتيجتها شنو يصير النتيجة؟ الميل الشديد للأمور التافهة جداً واعتبارها أموراً فائقة الأهمية بعد الميل يعتبرها وإعطاءها هذا شوفوا حجم هائل للقضايا العادية الأشياء السخيفة العادية يعطيها حجم هائل في الحياة مع الاستهانة المطلقة بالقضايا الحيوية جداً ترجمة نانسي قنقر